بات من الملح استكمال إصلاح نظام المقاصة الذي أطلقه في سنة 2013 وكذا إصلاح منظوم التقاعد أهوى عضل طيف الجواهير يؤكد الغضراء أنه سيتم رفع الدعم على المواد الأساسية المواد المدعمة بصندوق المقاصة لا ستبقى مدعمة في المستقبل القريب مالك أعلن على بداية صرف الدعم المباشر عضل طيف الجواهيري يقول بأنه أسيدنا هذا الشيء لا يجب أن يستمر لأننا سأعطي الإفلاس الإفلاس الصندوق وإفلاس الاقتصاد المغربي وبالتالي سنقوم بإصلاح صندوق المقاصة ما هو المقصود بإصلاح صندوق المقاصة مغربة يمكن أن لا يفهموا هذا المستلح سيسمعوا إصلاح سيسحب لهم شيء جيد إصلاح المنزل يعني سيتحول هذا المنزل من واحد المنزل هش إلى منزل مزيان ولكن للأسف الشديد هذه المصطلحات عندما تستعملوا في المغرب فالمراد منها هو التخريب في جميع القطاعات سواء في التعليف الصحة فيما هو اجتماعي من تلقى النظام كيستعمل الإصلاح أعرف بللي أنه شيء حاجة مزيانة أعرف بللي أن الأمر يتعلق بإملاءات خارجية الهدف منها هو رفع الدعم العمومي الموجه للفئة الاجتماعية الهشة ولا لتحقيق غايات اجتماعية معينة والدليل على ما يقول مشي هدرا دير شي واحد من عرف معارض ولا شي موقع معارض هذه ندخلو الموقع ديال وزارة الاقتصاد والمالية شوفوا إصلاح نظام المقسام ظروف الإصلاح يعود نظام المقسام لأربعين يتقن ماضي كده كده كاعدك الكرونولوجيا ديال صندوق المقسام شوفوا وترجع الأسباب الأساسية لارتفاع كلفة المقاسة إلى ارتفاع المهولة كدها 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 يعني شنو بغاي قولك بغاي قولك بل أن المشكل دي الصندوق المقاسة اليوم هو الكلفة الباهظة لكيخلصها باش يحقنا باش المواتري مامشي شر الرب Clara ربعين دها حنا كنشرو الابط Barbara ربعين دها وتكلفة ديال 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 comprود غالية بزة إذا الميزانية ديال دولة تخسر بزاف باش انها تغطينا ذاك الفارق ما بين الكلفة دي الحقيقية والكلفة اللي كيعطيها المواطن ولا القيمة المبلغ اللي كيعطيها المواطن اذا شنو هو الاصلاح الاصلاح بكل بسطة هو ان هذا الكلفة الكبيرة مخساش تبقى الدولة مخساش تحمل المسؤولية دي لهذه الكلفة اذا حل شنو هو الحل هو اننا نرفع الدعم على صندوق المقاسة اليوم صندوق المقاسة وصل حتى الربعين مليار دي لدرهم اهضر عليها كسمته الوزير المتدب لدى وزيرة المالية ووزارة المالية وهضر عليه رئيس الحكومة وهضر عليه حتى الماليك وهضروا عليه جميع الفاعلين اقتصاديين في المغرب فهذه الكلفة لكي نتحكم فيها اذا نرفعه الدعم على صندوق المقاسة اذا مشيتوا الميزانية اتلقوا فيها الموارد اتلقوا فيها التكاليف او النفقات المغرب بالاضافة الى نفقات اللي كيعطيها الموظفين اللي كيعطيها للمجموعة من الصناديق مثلا المجموعة من الحسابات مثل بحل حسابات الخصوصية الخزينة اللي هذا نقاش اخر ممكن نقشوه من بعد فكي يخلص كذلك على هذا الشي على المقاسة في الحدود ديال 25 مليار ديال الدرهم كي اعطيها على المقاسة القيمة الاخرى اللي وصلنا ال40 مليار ديال الدرهم هي القيمة ديال عشار ديال المليار اعطاها للكسميته الفلاحين دوك الاعلاف وكذا وكذا وهو اول دعم من نوعه في التاريخ لتعطي الفلاحين باش يواجهو ظاهرة ديال الجفاف واعطوه خمسة ديال المليار وشوية خمسة وشوية خمسة وصي لربعات ديال ديال الدرهم عطوها المهنية ديال النقل اللي جينا نجمعوهم غابين نقابل لانا الامر يتعلقو بواحد كلفة هذة ديال 40 مليار ديال الدرهم الدولة باش هذة ربعين ديال المليار ولا الكلفة الحقيقة هي خمسة وعشرين المليار ديال الدرهم باش ما تبقاش اذا نخصنا منرفعو هذة الدعم هذة ونديرو في بلاسته واحد حاجة اخرى اللي هو الدعم اللي مباشر ديال الفئات الهشة قد ندعمو واحد الفئات معينة قد نعتمدو على السجيل الاجتماعي الموحد اللي راهي الدال وكين تجارب دياله في المركز على ما اعتقد في الريبات وكين اللي كيقول خسنا نعتمدو مثلا على الصندوق دير الضمان اجتماعي نمشيون نشوفو تمك المعطيات والارقام وكذا على الناس باش نعرفو شكون كيستحق الدعم مش كل ما كيستحقش هذا هو الإصلاح إصلاح صندوق المقاسة هو أننا قد نتحوله من الدعم العام الموجه إلى الصندوق ويوجه لتغطية الفارق اللي كان في المادة المدعمة إلى دعم يوجه مباشرة للمعنيين بالأمر اللي هما الفقراء ونقشنا كيفش أن هذ الهضرة هذي كتبان كسميته كعنوان براق مزيان ولكن الداخل فيها بزاف ديال الحواج وزير أو ولي بنق المغرب كيهضر على أن الإصلاح بدأ من 2013 عرفتوا على ما كيهضر كيهضر على أن أول إصلاح في صندوق المقاسة هو رفع الدعم على من على قطاع المحروقات واش استفدنا من أول إصلاح أول مبادرة في الإصلاح في صندوق المقاسة ولا ما استفدناش منه واش استفدنا ولا ما استفدناش قولوا لي لأنكم هذو اللي كتحب التعليقات ديالك يقولك آه لا رهد الشي مزيان مزيان قولوا لي أنا أعطيتكم نموذج أول حاجة درت باش يديروا كسمة إصلاح صندوق المقاسة هي أنهم رفعوا الدعم على المحروقات واش واش استفدنا من هذا الإصلاح طبيعة الحال إصلاح دفع لصنص وصل 11 فاصيلة المازوت 11 فاصيلة وكسميتو ودولة اعتمدت هذه السياسة البديل لدعم المباشر ما هي دعمات؟ دعمات المهنيين شاهدوا الدعم المباشر من كده يقولك نعم دعمه الفقارة أو كده دعمة المهنيين ديال النقل واش رجع ذلك الشعرين بنفع ما رجعش إذن فين كين المشكل؟ المشكل هو أن كل هذه الإصلاحات هي إصلاحات في مظهرها وتخريب في جوهرها وعلى الصعيد الاقتصادي فإن من شأن تحديث القطاع العمومي الذي دعت إليه جلالتكم سنة 2020 أن يمكن من تصحيح الاختلالات البنيوية للمؤسسات العمومية كما أن التعبئة القوية لتحفيز الاستثمار الخاص عاقب خطاب جلالتكم الأخير تبعتوا على الأمال في زخم جديد للنمو والتشغيل السفل لم أفهم هذه النقطة لأنها نقطة جوهرية بزر هذه حالة الدولة كانت تحشم أنها تقول بالخوصصة تقولها بشكل ملتو ولكن اليوم تقولها عين بين وهذه إملاءات ديال صناديق الإمبريالية بدأت من سياسة تقويم الهيكالي في 1983-84 والمغاربة التي كانت في ذلك القطاع فهمت مزيان الخطورة سياسة تقويم الهيكالية وعلش دارت لأن المغرب كان عنده ديون ما قدرش يخلص ديون داروا إعادة جدولة ديون ومقابل إعادة جدولة ديون داروا سياسات ديال الخوصصة في القطاعات العمومية خاصة الدولة دخل شركات للقطاع العام للقطاع مثلا للصحة للتعليم باش تولي ذلك القطاعات قطاعات منتجة دابا اليوم يقول لك بللي أن الأمر يتعلق بتحديث الإدارة تحديث الإدارة تشجيع الاستثمار الخاص على سبيل المتال سأعطيكم على ملكا يهضر بالضبط مثلا ذلك ما يدروا ناسين بالخيات مع وزير الثقافة لمهدي بن سعيد والذلك السيارة المغربية الصنع فكيقولوا بللي بحال هذا المشارع يلي ستزيد القدام بالمغرب أنا كنشوف وممكن يكون غالط بللي أن ذلك المشارع تزيد بالقدام بالناس اللي كيستثمروا في ذلك العالم يعني غزيد القدام بالناس بالخيات وبالمهدي بن سعيد بالناس اللي مشاركين معهم أما الدولة كدولة فإذا نشينا الميزانية يغلقوا بللي أن بحال هذا المشارع لا يدخلوا حتى شي حاجة ولا عنده شيء معلومة مغيرة يقول هالي سطاع المغرب تحت قيادة جلالتكم راشيدة أن نفرض نفسه كشريك موطوق به وكبلد للسلم والاستقرار وهو ما فتأ يعود عليه بالنفع الكبير كما يدل ذلك خروجه من لائحتين الرمادية لمجموعة العمل المالي والتحار الأوروبي واتغادته من خط الاعتمال المالي لصندوق النقد دولي وكذا اقتصدانه للاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد والبنك الدولي بمراكش لاحظتم في التالي كامل هذا يظهر على أن المغرب أصبح شريكا موثوقا به للصندوق الإمبريالية وفي هذا صندوق يأتي المراكش والصندوق النقد الدولي والبنك العالمي هذا يفهم المغربة والمغربة يفهم بأن كامل هذه الإصلاحات تكون عبارة عن إملاءات صندوق النقد الدولي بطبيعة الحال ستحيي صندوق المقاس وما يوقع الكوار في المغرب ستضر إصلاح التقاعد وما يوقع وما يوقع وما يوقع فرنسا تضر إصلاح زادوا عامين على التقاعد قربال في فرنسا فبطبيعة الحال صندوق النقد الدولي سيكون راضي عليك لأن إصلاحة هذه كاملة من صلب إملاء هذه الصندوق أنا كان ننتقد أن أحيش في المغرب ويقول أن لا لا لنرى الأمور دائما بسودوية نعم ليس دائما لكن لنرى نكذب عن المغرب أول حاجة إذا كان المغرب جيدا كما كان تنشغل أحيش هنا أحيش 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 هذا من جهة ومن جهة ثانية هذا لماذا الكذوب على المغرب لماذا كان كذبو على المغرب وما إصلاح لما قصة سوف نعلم لمغرب وما إصلاح إذا دبا المغرب سوف نسوي لكم دبا لما زادوا في التقاعد او 70 عام لماذا يخدم المصريح فقط لكن هو إصلاح والتقاعد إصلاح إصلاح وأثن دائما أحيش إن admissions relationship بسلام عليكم